السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً في حلقة جديدة من طفلك بالدنيا الحقيقة الاسم جميل قوي وعشان كده النهاردة هنتكلم في حلقة قد تساعدكم جميعاً هنتكلم على حاجة احنا بنهملها جداً في حياتنا ألا وهي زكاء الطفل زكاء الطفل ده يعتبر بالنسبة لدول العالم الأول في منتهى الأهمية جداً يهم مين؟ يهم الأب والأم والمجتمع كله بس هل احنا نعرف زكاء الطفل دوت؟ ممكن أساساً يبقى فينا بيننا أزكياء أطفال أزكياء ويجبروا ويموتوا وما نستغلهم شيء؟ ممكن ممكن يبقى عندنا طفل زكي وإحنا نتسبب في أنه نموت نوع الزكاء دوت من تصرفاتنا ممكن ممكن النهاردة حاجات كتير قوي بيكون سببها ممكن الأب والأم وممكن المدرسة وممكن المجتمع مع أنهم الحقيقة بيمثلوا أهم شيء في الوطن ده إذا ما نستغلناش القوة في زكاء الطفل ونميناه طب إحنا يبقى عايزين إيه بعد كده؟ لما أعلى زكاء في العالم من جميع المراكز الصحية والمراكز اللي بترصد الزكاء على مستوى العالم بتقول أني أعلى نسبة زكاء في العالم هم المصريين وإحنا نضيعها يبقى زي اللي فتحها الحنفية وسبها تفضل تنزل مية ويترمت من غير ما نستفيد منها النهاردة هنتكلم على زكاء الطفل إيه هو الزكاء؟ ناس كتير قوي بيتكلموا على الزكاء لكن هل إحنا نعرف الزكاء تحديدا؟ طبعا علماء في الدنيا في جميع أرحاء العالم ما قدروش يستقروا على تعريف معين للزكاء وعبر قرون طويلة جدا اختلف التعريف ده ولكن اتفقوا في تعريف معين نقدر نرصده مع حضراتكم هو استعداد عقلي استعداد أن العقل دوت مع قدرة على شوفوا بقى قدرة على إيه؟ على حل المشكلات مع الاستباق والسرعة في الإجابة على أسئلة معينة حضرة مجرد ما بتقول السؤال بتلاقي عنده الإجابة جاهزة نشط عقله واعي ونشط الطفل ده عنده استفادة من التجارب اللي مر بيها يعني الطفل الصغير ده لسه عنده تجاربه قليلة بس إزاي أي تجربة وقع فيها أو تحط فيها إزاي يستفيد منها بشكل معين يبقى دي قدرات برضو لنوع الزكاء ده النهاردة لما بيشوف شيء يقدر يعبر عنه بطلاقة يعني النهاردة تسأله في شيء يعبر عنه إذن دي قدرات عند الزكي بيوجد النهاردة حلول عملية فيها نوع من الابتكار والإبداع بنلاقي إنه عنده قدر على الفهم بسرعة كل دي صفات بيتميز بيها الزكي ياه طيب هل إحنا في حياتنا نقدر نقول إن الأزكية كلهم نوع واحد لا طبعا جم تعالوا نحكي القصة بالزبط مع الزكاء في القرن الأخير ده اللي إحنا فيه لقوا في أحد الخبراء اسمه جاردنر جاردنر ده قال الزكاء مش نوع واحد ولكن في حاجة اسمها الزكاءات المتعددة يعني إيه حكاية الزكاءات المتعددة يعني ممكن النهاردة الطفل يبقى عنده أكتر من نوع زكاء ده كلام رائع طيب جاردنر ده قال لنا يا جماعة كمان إحنا تحليلاتنا واللي قريناه واللي بحثنا فيه خلال الفترة اللي فاتت دي كلها لحد الثمانينات تحديدا في سنة الثلاثة وتمانين جاردنر ده قال نظرية جديدة في العالم النهاردة هي يعني حديث العالم كله قالوا هي نظرية الزكاءات المتعددة كلمة الزكاءات المتعددة يعني عندنا أكتر من نوع زكاء كويس قوي تعالوا نمسك مع بعض ونشوف أنواع الزكاءات علشان نقدر نعرف فين ابننا ونوع زكاء ويهه وقد يتكون زكاء ابننا أكتر من نوع زكاء فيبقى عنده زكاءات متعددة تعالوا نمسك مع بعض أول زكاء قالوا قالوا وهو الزكاء اللغوي يعني إيه اللغوي؟ يعني الإبن عنده طلاقة في التعبير عن نفسه وعن أي شيء عايز يوصفه بيقدر يركب كلمات مع بعضها ويد معنى سليم يعني بيوصف كويس وأصبحت من خارج ألفاظه بتبقى سليمة وفي نفس الوقت الكلام والجمل ليها معنى ده مختصر عشان الناس تبقى معنا فيه تاني نوع من الأنواع اسمه الزكاء المنطقي أو الرياضي يعني النهاردة يقدر يعمل عمليات حسابية واستنتاجية بطريقة رائعة جدا وبسهولة ويقدر أنه يحل أكبر مسألة معقدة بسهولة متناهية جدا ده نوع من أنواع الزكاءات بتبقى عند أنواع الأطفال برضو الزكاء الحركي أو البدني يعني الطفل ده بيعمل حركات بدنية وحركات فيها رشاقة وببساطة وبليونة وبمرونة رائعة جدا فده النهاردة عنده قدرات وزكاء حركي عندنا الزكاء السمعين يعني النهاردة لما يسمع أي درجة صوت أو يسمع نغمة أو يسمع حتى قارئ للقرآن يقدر يقول مين ويقدر يميزه يقدر النهاردة يعرف من نبرة الصوت من غير ما يشوف الشخص الحالة النفسية بتاعت هذا الشخص تصدقه عنده قدرة سمعية عالية جدا الزكاء الاجتماعي اللي هو إيه اللي هو هذا الشخص تلاقه أنه هو بيقدر يتعاون ويتفاعل ويكتسب صدقات من المجتمع لو سألته قلتله أنت تعرف أو أنت متعرف أو لك كم صديق يقول لك مثلاً 200 صديق إيه ده؟ 200 صديق وتلاقي عمره مثلاً 9 سنين معنا أسئلة لرؤتي؟ معنا حد؟ آه إحنا الحقيقة جات لنا مجموعة أسئلة حنشوف بعض المواقف كده في واحدة بعتلنا رسالة بتقول ابني عمره 6 سنوات قدراته على الفهم ضعيفة جدا علماً بأن أخته أصغر منه بسنتين وزكية جدا الحقيقة تعالوا نقول حاجة مهمة قوي إيه الأسباب اللي ممكن تكون يكون الطفل ده بنقول قدرته على الفهم كبضعيفة في أسباب على فكرة يمكن هنتكلم نهاردة على أسباب غريبة شوية عند بعض الناس لكن هقول لكم بصراحة الأم اللي هي بتفطم بتفطم ابنها بتفطمه في سن معين لكن خدوا بالكم لو فطمته ولم تعوده في السنين الأخرى يعني بعد مثلا سنتين مثلا يعني جه ورضاء وفطمه في عمين جت بعد العمين ومعوضتوش حاجة تانية تعرفوا عوضته إيه؟ نتيجة هذا الفطم الغذى ده تعرفوا بتعوضوا إيه؟ بالحنان والعطف والحب ولازم توصلهنه بتلت درجات تعرفوا أهمة؟ لازم دايما تقوله ألفاز الحب والعطف والحنان والحاجات دي كلها أدي واحدة حاجة تانية لازم تلمسه تعمله عملية احتكاج باللمس تلعب في شعره وتدلكهوله الجزء ده هو التعويض عن الرضاعة وعن الفطم الجزء ده بيعمل حاجة نفسية بيبقى كتن وكبت نفسي فيديق جدا ده ممكن يؤثر عليه جدا كويس الطفل اللي عنده ست سنوات ضروري جدا يحصل فيه نوع من الشباكة يعني هي بتقولي في الأخت أو الأخ اللي باعد ده بيقولي إيه؟ ليه أخت أصغر منه بس مش أسكى منه قد النهاردة هو ما بياخدش درجات حنان قد ما ياخدش اهتمام مفيش تفاعل معاه كل الكلام دوت قد يخليه سرحان قد يخليه منطوي وبالتالي ممكن يأثر عليه وبالتالي هذه المعلومات ممكن ما تخلينيش أنا أقدر أوصل لكن دي كلها أسباب ممكن يكون فيها أثر لو تعالجت بهذا الإسلوب هتلاقيه النهاردة أنه هو يكتسب لأن بدل ما عندهوش أي عوائق مفيش مشكلات كتير جدا جواه البيت أنا أعتقد يرجع تاني بسهولة جدا بعد ما يتعود لأن قد يكون الجزء ده حائل بينه وبينه بنت صغيرة في الحضانة مش بتستوع بالدروس اللي بتاخدها ولا بتحفظ أي حاجة من الأنشيد أو الأدعية أو الأسكار مع أنها انطوائية ومش بتحب اللعبة مع الأطفال حضرتك أنت اللي قلت أو حضرتك أنت اللي قلت هذا الكلام اللي أنا قلته دلوقتي انطوائية تعرفوا ليه؟ احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا يا جماعة في المجتمع 99% من المجتمع مش بيفوق لها تعرفوا إيه هي؟ لما حضرتكم بتاخدوا الابن المدلل أو البنت المدللة من جوه البيت والأب بيحباهو والأصحاب بيحبوها وعائلتها كلها بتحباهو كله بيدلعوه لما يتاخد ويترمي مرة واحدة جوه الحضانة بدون استعداد وبدون تهيئة طب أنت النهاردة صدمته لأن الأطفال اللي موجودين في الحضانة ليهم دوافع بتصطدم مع الطفل الصغير ده إذن هيحصل إيه؟ طبيعي جدا أنه قد يكون هو يشز عنهم أو يكتشف أن مفيش حد بيدينه درجات رعاية معينة تقدر تعوضه تعرفوا الأسرة المصرية عندها خلل في إيه؟ في حاجة صغيرة خالص فيه النهاردة مراكز بقت منتشرة كتير أو في مصر بتعمل حاجة مهمة جدا بتهيئ الطفل قبل وصوله إلى المكان اللي هيتعامل فيه مع الآخر يعني النهاردة الأب والأم لازم يعلموا أطفالهم سواء جوة البيت أو في مراكز إعداد الطفل قبل وصوله لكي جي وان ده بيعمل إيه؟ بيعمل له ثلاث حاجات مهمين قوي بيديه ثقة في نفسه وبيعلمه إزاي يتعامل مع أولاد من سنه ولكن قد تكون فيه استضامات نتيجة أنه هما مثلا هيتخانقوا على مرجيحة على لعبة هنا هيحصل استضام طبيعي جدا لأن النهاردة أولاد بيعملوا ببعض حاجة حاجة لكن كيف يستطيع هذا الطفل أنه هو يتعامل مع طفل تاني بينهم صراعة إزاي يمتصه إزاي يتعامل ويكتشف أنه هو أقل قدرة منه فيعرف يتعامل معاه إذن دي عبارة عن تهيئة للطفل قبل دخوله دي ممكن تولد كده هنكمل بس هندخل في حاجة مهمة قوي نكمل بقية الزكاءات عشان الناس تعرفها الزكاء الذاتي يعني إيه النهاردة؟ أنت النهاردة عندك نوع وقدرة وعندك استعداد إنك تبقى مرن لما فيه حاجة أساسا تدايقك إزاي أن أنت النهاردة تتعامل معاها ده نوع زكاء قوي جدا بينمو ويتم تنميته في الطفل نوع الزكاء ده ربنا بيخلقه بس قد تكون بدرجة صغيرة دور الأب والأم هنا إيه؟ كيف تنمي هذا الزكاء؟ زكاء النهاردة إزاي إحنا بنسميه تنميت المشاعر بتاعت الطفل ننميها إزاي؟ إزاي يحس أن أبوه دايق فيقوم النهاردة يعرف يشوف إيه غضبه ده بننميه النهاردة إزاي أبوه فرح منه ياخد باله من اللي بيحصل حواليه يستفيد منه ويبقى مرن في الاستقبالات دي ده زكاء ذاتي عندنا أعظم زكاء تم اكتشافه في القرن الأخير ده خالص ألا وهو اسمه إيموشنال إنتليجنس أو زكاء المشاعر أو الزكاء الوجداني ألا وهو عبارة عن الشعور أنت شاعر بإيه؟ في حاجة دايقتك؟ آه يحصل حاجة مهمة جدا إنك تعمل إيه بقى في الحالة دي؟ مجرد ما أنت شعرت إذا تقدر تتحكم في مشاعرك يعني النهاردة ودي على فكرة بنميها للطفل وبيتعود عليها من هو صغير تنمية زكاء المشاعر أو الزكاء الوجداني أو الزكاء الانفعالي كل ده في نوع الزكاء العالمي ده وعلى فكرة أعظم عظماء الدنيا كل من يحتل منصب رفيع ناجح على وجه الأرض هو يتميز بزكاء المشاعر ليه؟ كيف يأخذ من الآخر ويتفاعل معه حتى لو الآخر ده كان بيصطدم معه في حاجات معينة إنما هو بيأخذ الجزء اللي يربطه بيه وبيتعامل معه فيه زكاء مهم جدا ابحثوا في أولادكم عن زكاء المشاعر ونموه في حاجة عندنا كمان اسمها الزكاء البيئي وده الحقيقة لازم نرعيه وناخد بالنا منه ويمكن بره أصبحوا النهاردة بيهتموا بيه جدا ألا وهو الزكاء الذي يتفاعل مع الطبيعة دايما تلاقوا وخدوا بالكم وتعرفوهم إزاي؟ تلاقوا الطفل هو صغير بيروح يحضن البوبي كده مثلا على سبيل المثال يحب يقعد مع الأرانب ويمسكهم ويتحرك معاهم يحب يروح في الطبيعة يقعد قدام حوض في سمك ويقعد يشوفه ده النهاردة هو بيحب البيئة عايش مع البيئة النوع ده لو خد قدراته بتلاقيه في الآخر بيبقية بيتلاقيه في الآخر يتلاقيه بمهندس زراعي يا طبيب بيتري المهم أن انت تبقى عارف أن ابنك النهاردة الزكاء دوت ممكن بيستغل لأن هو بيحب الطبيعة بيتفاعل معاها ده نوع زكاء مهم قوي آخر زكاء قاله وهو الزكاء البصري النهاردة اللباح الزكاء البصري ده قالوا أن القادة العظماء هم اللي عندهم زكاء بصري الزكاء البصري ده ممكن يستغل في حاجات كتير قوي فيه بعد الزكاء الخيالي اللي هو النهاردة ممكن أتخيل مصر دلوقتي بعد خمس سنين نتيجة أحداث معينة ممكن تبقى إيه نتيجة رؤية تصور تصور قد يكون وقعي وتخيل قد يكون هو متخيله في رؤيته دايما قالوا أصحاب القيادة يعني أي قائد في الدنيا عظيم لازم يبقى عنده الزكاء البصري ده إزاي يقدر لما يشوف شيء يقدر يميزه بسرعة يقدر يعرف حتى لو شاف شيء مكسور يعرف أن ده كان تركبته إيه الحقيقة أنا عادي أتألكم سؤال مهم قوي عادي أقف في حتة مهم قوي هل حضراتكم في يوم من الأيام لو حبلتوا أن أنت تتعرضوا لأولادكم عشان تعرفهم نوع الزكاء ده هل عرفتوا؟ ده سؤال مهم قوي هل تعرفوا نوع زكاء أولادكم؟ طيب هنقول أن أنتم عرفتوا وحنقول النهاردة أن كانت زكاءهم دوت كان خارج جداً فأي حد يعرفه؟ السؤال الأهم هل أنتم نميتم هذا الزكاء عندهم بقى؟ يعني ابتدوا تخضعوه لبرامج علشان تقدر تطوره وتنميه؟ ده سؤال مهم جداً ما فيش؟ ما تعرفوش؟ ما روحتوش؟ اسأله ودوره لازم تعرفوا طيب هل هو نوع واحد بعد اللي قلناه دلوقتي؟ ولا أكتر من نوع؟ والله المصريين أنا بقولكم نتيجة احتكاك معهم لقيت الطفل فيه اتنين وثلاثة واربعة نوع زكاء إذا النهاردة محتاجين إيه؟ نينميه السؤال المهم جداً هل ممكن الأب والأم يكونوا في يوم من الأيام؟ أحد الأسباب في موت هذا النوع من الزكاء؟ نعم ممكن جداً بتقولولي إزاي؟ أقول لكم إزاي؟ تعالوا أثبت لكم حاجة صغيرة خالص لو عندك ابن طفل صغير سنه سنة سنة ونص بتدى يسحف وابتدى يتحرك النهاردة وعشان يقف وابتدى يحاول يجي جنب فازة ولا حاجة مهمة جداً انت بتعمل إيه؟ هو تعرف رايح الفازة ليه؟ تعالوا نفكر بتفكير الطفل مش هنفكر بتفكير الإنسان العائل والفاهم تعرفوا ليه؟ هنعرف الحقيقة هو لما يروح ويكسر فازة هتزعل إنما احنا بنقول إيه؟ الطفل رايح وبيتحرك وبيمد ييده وبيعمل كده حتى لو هتكسر بس بتقاش حاجة مهمة تعرفوا بنقوله إيه؟ هو اتولد من عالم آخر وعايز النهاردة يحسس على المواد دي هي بتتكون من إيه؟ عايز يتعرف عليها هو ما بيعرفش زيك أنت تعلمته وفهمته وكبرته وكل حاجة الطفل الصغير ده ما بيعرفش حاجة خالص علشان كده النهاردة احنا نعمل حاجة مهمة جداً نعلي زكاؤه إزاي؟ ننمي زكاؤه إزاي؟ النهاردة وجدوا حياة تجربة غريبة قوي في المجتمع المصري ده وانا هقوله الحقيقة مش عايز أجرح مش بجرح يعني وجدوا إن ابن البوابة اللي هي بتروح كل يوم الصبح وتجيب الخضار والحاجة اللي بتوع البيت بتاخد وتلفع ابنها على اكتفها وتفضل ماشي بيه مشاوير بقى مش بتركب تاكس وعربية وكلام ده كله ولكن بتمشي بيه كتير قوي وهي ماشي الحقيقة الطفل بيتعرض نتيجة الرحلة الطويلة دي إن هو بيسمع كلاكسات وبيشوف تصدقه إن الحركة اللي بتروح بيها رايح جاي ويفضل الطفل ده على اكتفها ويحصل هذا الكلام هو النهاردة بيزداد درجة انتباهه وبيحصل نمو عقلي لخلياء أعلى من الطفل المدلل اللي هو جوه القوضة ومقفلين له ومفيش أصوات والحاجات دي كلها سبحان الله إذن مش عايز أقول ومش بجرح يعني ابن البوابة دي اللي فضلت رايحة جاية وكذا طفلها بيطلع زاكي جيد بس اللقطة تانية المصيبة التانية هل النهاردة قدرنا نستغل الزكاء الإلهي اللي عوضه الله سبحانه وتعالى عدل ويعوض هذا الزكاء لبنت البوابة البوابة دي ابنها أو بنتها ويعلى قوي لكن فيه لقطة هل المجتمع بيقدر يستفيد من أنواع الزكاء الدي ده سؤال مهم جدا أنا بطرحه على كل المصريين وكل اللي بتفرج علينا ابحث عن زكاء ابنك وإذا كانت عندك القدرة أنك تعرفه فانت النهاردة فرصتك رائعة جدا أنك ابحث عن تنمية هذا النوع من الزكاء تعالوا ناخد من الرسائل اللي جات للك على القناة عشان نشوف معايا تلت أولاد بيحبوا اللعب ومش بيحبوا الدراسة خالص تعرفي حضرتك العلاج إيه؟ إن حضرتك تحولي المادة العلبية إلى مادة ترفيهية واحد يقول لي إزاي؟ في جميع أنحاء العالم النهاردة مش بيدرسوا بالطريقة العقيمة اللي بتدرس فيها مصر هذا الموضوع خالص فيه النهاردة يا جماعة حاجات جميلة جدا بيحصل تعلمها في الفترة الأخيرة ممكن لو حضرتك اللي بعتتلي الرسالة دي أو حضرتك اللي بعتتلي هذه الرسالة عايز تعرف إزاي؟ إحنا نهاردة عندنا حضرتك فوق الميت برنامج عشان يحول الدراسة إلى شيء مبتكر وجميل جدا في صورة لعب تعرف حضرتك إيه؟ طبعا حاجة صغيرة هقول لكم عليها ببساطة إزاي حضرتك تقدر تجمع وأنا بقولها لكم وتقدروا تعملها في البيت اجمع حضرتك الأولاد اللي معاه في نفس السنة إذا كنت تقدر يعني وجمعها مع هذا الطفل جوه بيتك أو جوه أي حتة خالص وابتدي اعمل نظام مسابقات وابتدي اعمل جوائز هتلاقي حاجة غريبة جدا هتلاقي النهاردة الطريقة اختلفت النهاردة بيعملوا لعب وبيعملوا حاجات خصوصا في السن الصغير علشان يقدروا يحولوا هذا الكلام إلى متعة احنا الحقيقة ليكم حق الأطفال النهاردة في العالم الحديث اللي احنا بنشوفه دلوقتي والميديا القوية جدا بقى فيه شيء بيشد الانتباه أكتر أنا النهاردة لو منهم هتأثر بالميديا ومش هزاكر بالطريقة دي وده شيء منطقي جدا لكن النهاردة على دور الأب والأم دور كبير جدا في مجتمع النهاردة قياداته في التعليم مش بتعرف هذا الكلام لكن مش هنسيب أولادنا لازم النهاردة نوجد الحلول البديلة الابتكارية الابداعية في طريقة تعليمهم والله 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 في المجتمع النهاردة فيه أماكن رائعة جدا علشان تقدر تحول هذا التعليم من نظام طلقيني إلى نظام ابداعي نظام محبوب جدا النهاردة الأب والأم ممكن يعملوا حاجة تانية جميلة خالص تعرفوا إيه يشرحوا التاريخ لأولادهم في قصة يعني النهاردة ما تديش لبنك الكتاب ساعدوا شوية اقرنت الموضوع دوت وتعالح كهله في شكل قصة حيتبصت منها جدا وهيفهمها أكتر وتعرف حتطعامها بإيه حتطعامها بالأبطال بتوعها وما فيش ما يمنع إنك مثلا وليكن لو بتتكلم مثلا على حروب صلبية ولا حاجة زي كده قل له النهاردة هتقلوا صورة أحمد مظهر وهو صلاح الدين وبتدي وريله الفيلم ده بس النهاردة اتكلم عليها بهذا الكلام هتلاقي نفسك حاجة جميلة خالص الولد ابتدى يتقبل منك علشان خرجت برى الإطار العادي بتاع التعليم العقيم إن أنا النهاردة بدي لك هذا الكلام في صورة معلومات ومعلومات مش مشيقة النهاردة تشويق النهاردة الميديا بقى فيها تشويق عالي جدا يمكن ما كانش في زماننا قوي كده احنا كنا بنشوف التليفزيون لبيض واسود وفين ولا فين لما ييجي مثلا دراما ولا حاجة لكن النهاردة أنا مش قادر أقول له النهاردة في حيرة عمال يقلب القناة وبيشوف ميديا وحاجاتي كلها وفي الأخير خلص تقول له بص في كتاب في حاجة ما فيهاش تشويق إيه المنطق ده يبقى النهاردة حضرتك في السؤال ده تغيري الطريقة ابن عم الصغير عنده 12 سنة مستواه العقلي ممتاز وبيفهم كل حاجة بسرعة جدا لكن في التحصيل الدراسي ضعيف جدا مع إنه دايما بيتظاهر إنه راجل كبير عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا الحاجة دي قد تكون مفاجأة ليكم والبعض يعرفها تعرفوا حضراتكم أعظم موهوبين في العالم أعظم موهوبين في التحصيل الدراسي مش أقوي وأعظم علماء وموجودون في جميع نحاق العالم ولكن تعرفوا ليه يا جماعة تعرفوا مين اللي ضيع الموهوبين دول أساسا المجتمع تعرفوا ليه الخارقين في أفكارهم لما بيعودوا مع أطفال عاديين خالص بينزل مستوى زكائهم من مكسيمم بلس من قمة الزكاء ينزل لزاول الاحتياجات الخاصة يعني كان محتاج رعاية فائقة تعرفوا احنا عندنا نقص علم فظيح قوي عندنا ناس حصلة على الدكتوراه ولكن بكل أسف ما بيقدروش يعالجوا المشاكل دي ولا يقدروه وإلا كتنعكس تعالى المجتمع تعرفوا الموهوبين أصحاب الزكاء لازم الدولة تاخدهم تستقطبهم من أول سنين في حياتهم وتحطهم في مدارس هي طرعاها تعرفوا لو عملت كده هيحصل إيه في المجتمع إن المجتمع ده الحقيقة عايز أقولكم الحاجة مهمة جدا المجتمع يستطيع أنه هو يقوم على هؤلاء الأسكياء و اللي هو بيقلق منهم على فكرة العلماء العلماء في جميع رحاء العالم هم مش المتفوقين تحصليا ودي مفاجأة بكل أسف النهاردة الاعتقاد خاطئ جدا في مصر أوائل السنوية العامة مش أعظم ناس في مصر ولذلك ابحثوا عنهم تقدروا تقولولي النهاردة هم مسكين مراكز قوية جدا في المجتمع اللي خدوا هذا الكلام نادرا هتلاقيهم 2-3% والباقي لا أصحاب زكاءات ومواهب أخرى هم اللي مسكين في أعظم الشركات مش في مصر بس في جميع أنحاء العالم النهاردة احنا بنحكم غلط احنا بنعظم اللي بيبقى متفوق تحصليا مع أي نهية دي بتشكل 10% بس من نوع الزكاء ده الموضوع كبير جدا لازم تعرفوا إذن أصحاب هذه الشكاوة عليهم أن هم يبحثوا عن نوع زكاءه عليهم النهاردة أن هم يعرفوا ابني عنده زكاء إيه النهاردة إذا ما كنتوش حضراتكم تعرفوا نوع زكاء ابنكم ومن تعرفوا إيه إيه اللي تعرفوه جاب ناتيك تو كم في الفصل هي دي حكايتكم كلها النهاردة اللحظة أنا بسأل سؤال مهم جدا للمجتمع كله وبقوله حاجة مهمة قوي هل يا جماعة أنتم في التعليم في مادة للتفكير الإبداعي من كيجيوان لحد الجامعة عمركم شفتم إحنا النهاردة بندرس تفكير إبداعي عشان لنمي زكاء الأطفال ما عندناش إذن المجتمع النهاردة اللي مفهوش مادة للتفكير إبداعي كيف يفكر إبداعيا كيف نشجع الطلبة الصغيرة أنا في فكرة بتكلم على الطلبة وبتكلم على الجيل الجديد إحنا النهاردة قلنا صورة وكلام ده كله لكن هل النهاردة إحنا بننمي الزكاءات أنا عايزة النهاردة أخاطب تعرفوا مين عايزة خاطب 3 جهات النهاردة عايزة خاطب الأب والأم عايزة خاطب النهاردة المجتمع عايزة خاطب قادة المجتمع هل انتم مدركين ووعيين جدا للزكاءات عندنا مدارس للزكاءات احنا عندنا حاجة اسمعها على فكرة فصول للتقوية والتحصيل لكن هل والله نفسي اسألكم ونفسي اجد اجابة ونفسي النهاردة حد لو بيتفرج ومسؤول كبير جدا في المجتمع المصري يبعت ويقول وينزل على الجرائد والميديا كلها ويقول اين هي مدارس الازكياء وكيف يتم اختيارهم وما هي اللجانة التي تختارهم وكيف يتم البحث عنهم هتجدوا حاجة مهمة جدا انا بأكد لكم لا يوجد في مصر اساسا فيه عن لكم 3 حاجات مهمين جدا فيه النهاردة في العالم حاجة اسمها اختبارات للزكاء تعرفوا الاختبارات دي ستاندر موجودة في العالم اختبار اسمه ستانفورد بني واختبار اسمه واكسلر واختبار اسمه تورانس تعرفوا الاختبارات دي يعني دي اختبارات عملمية عملها اكبر خبراء في العالم وبيهتم الاختبار فيها حتى في دول عربية شقيقة وجارتنا وحاجات جميلة قوي حوالينا الناس دول جابوا الخبرة دول وبيختبروا وبيعملوا عندهم اساسا في التعليم الاساسي بتاعهم الدول دي قريبة جدا بنعدلها ونلاقي نفسنا عندها النهاردة بيعملوا اختبارات ده في التعليم الاساسي الاختبارات العالمية ديه ودربوا مدرسينهم وهيئتهم اين نحن اذا النهاردة لما نتكلم على الزكاء نقول ايه مشكلة ومسئولية الحاكم ومن يعاونه في القطاع التعليمي مشكلة المجتمع النهاردة المجتمع المدني عليه النهاردة يجيب الخبر دول ويفتح المراكز واحنا فتحين واحنا بنشترك النهاردة في مراكز فتحينها في مصل هذا الاعمال والحمد لله بس يقول ليه لا قوي عشان كده ابحثوا عنهم نمنا ثلاثة الاب والام انت بتبحث فعلا عن ابنك وزكاء ابنك وتطويره عشان يبقى عاملك ابحث النهاردة عن نوع زكاؤه وابتدي نهاردة نميه النهاردة انا هتعرض معاكم هقول لكم الحاجة المهمة قوي تنمية الزكاء على فاكرة بتبدأ منين من هو بيرضع الابن هو بيرضع انت النهاردة الله سبحانه وتعالى بيخلق العقل البشري بيبدأ العقل البشري نهاردة بيوصل ل120 مليار خلية عصبية كل خلية دي نهاردة محتاجة تخزية بتخزيها ازاي اولا انك تلفت نظر الطفل من هو صغير تبتدي نهاردة في سنه وهو صغير تحرق له ايده ورجله عشان الانشطة عشان اليد نفسها والرجلين تبتدي تتنشط تبتدي تعرض عليه نهاردة الالوان تحطه في مواقف طبيعة تاخده في اماكن كتيرة جدا دي اول مرحلة لتنمية قدرة الزكاء في العقل البشري انك النهاردة تاخده وتحرقه وتسمعه اصوات عشان يقدر يميز دي المرحلة الاولى المرحلة التانية اللي هي من سن طبعا المرحلة الاولى عندنا من سن الرضاعة لحد سنتين ومن اثنين لتلاتة تبتدي تعمله الحركات وتوريله الالوان والاضواق والحاجات دي كلها من سن تلاتة لسبعة ابتدي نمي عنده زكاء المشاعر ازاي يحس النهاردة بالحواليه وازاي يتفاعل معاهم مرحلة التكوين دي مرحلة مهمة جدا الاخلاقيات والحاجات اللي بتزرعها فيه بتتكون لكن الثقافة ونوع الزكاء بيبتدي يظهر يبتدي يتفاعل معاك ويتنطط ويتبتدي تشوف فيه امكانيات ما كنتش بتاخد بالك منها نتيجة التدريب ابتدت تظهر حط في وسط اطفال ورائبهم جدا هتلاقيه شوف درجة التفاعل بعد كده هتيجي المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة من سن سبعة فيما فوق لحد 12 سنة وهي المنطقية المنطقية في حل المشكلات المنطقية في تعرض لحلول مبتكرة الانسان وهو صغير في السن ده ما عندهش تراكم خبرات قد يكون احسن من الكبير تعرف ليه؟ لحاجة مهمة قوي لانه هو الحقيقة كل انسان بيكبر بيكون قناعات بيبني عليها رؤيته لكن الصغير لسه ما بناش فبيدي لك حلول مش مبنية على خبرات احيانا بتحل مشكلات كبيرة نميها وطورها معاه تعالوا نشوف بقى حاجة مهمة جدا دور الاب والام في حاجة مهمة في ايه؟ في الزكاء اللغوي لو ابنك عنده زكاء لغوي هتعمل ايه معاه؟ تعرف تعمل ايه؟ هقولك تعمل ايه؟ تعالوا نهارده اشتري له قصة هتشوف بقى دور الاب والام في تنمية الزكاء احنا بنختار دلوقتي الزكاء زي الزكاء اللغوي نقولك تعالوا نشوف النهارده الطفل ده عايزه ينطق عايزه يتكلم تعرف تعمل ايه؟ هتله قصة وقراله القصة ومتعه بالقصة تعرف في الاخر تعمله ايه؟ اسأله قوله نهارده هيبتدي جوبك بس اسأله اسئلة طويلة شوية عشان تشوف تركيبة كلماته وتدي معنى يبقى ده نوع من التنمية اذا دي طريقة تعالوا نهارده قوله ايه؟ انت عملت ايه؟ خليه ابتدي تحور معاه اسمع منه اسمع منه ايه؟ جاي يقولك اعمل ايه في المدرسة او في الحضالة اسمع منه واسأله كل مرة يعني ادي له اسئلة عشان يديك اكتر في اجابة انت نهارده بتعمل ايه؟ بتشجعه لانه يعبر عن نفسه وعن يتحور وعن انه هو يخرج هذه المهارات ادي نوع من انواع التعامل مع الزكاء اللغوي مثلا على سبيل المثال لو انت نهارده شاف فيلم اسأله انت طلعت منه بايه؟ اسمع منه الحوار ده كله طيب تعالوا نشوف نهارده الزكاء الرياضي هتلاقيه النهارده هل هو بيقدر تشوف كده تلاقي اللي عنده زكاء الرياضي يتلاقيه دايما يسأل ويقولك ليه كده وازاي الطفل ده اللي بيقعد يسأل على اسئلة كتير قوي كده احنا عندنا في المجتمع بتاعنا انت زهقتنا بقى انت قرفتنا خالص باسئلتك دي ده انت بتتعامل النهارده مع واحد عنده زكاء بيسأل الاسئلة دي عشان لما يركبها هيديك حل فوق مستوى خيالك خالص وفوق مستوى خيال المجتمع قد يكون عندك انسان زكي جدا والنهارده بقى سئلته دي هيوصل لحاجة بنتيجة ان هو خد مساحة معينة بيوصل لهذا الكلام ازاي احنا النهارده بنبقى سبب في ان احنا نموت هذا النوع من ايه من اصحاب الزكاءات اللي ممكن يبقى نجم كبير جدا فمجتمعنا فيها الموضوع خطير جدا محتاج تركيس قوي محتاج نهارده ناخد بالنا هل تصرفاتنا دي بتموت ولا بتشجع لازم نرجع نفسينا الزكاء الابتكاري تعالوا نبص نهارده بنقول ايه الزكاء الابتكاري ده عشان ننميه لازم ندخل نوع من انواع المغامرة يعني النهارده ندخل نغضف حتة ونعمل معا مغامرات هيبتدي النهارده يتفاعل معاها اذا ده نوع من انواع تنمية التفكير الابداعي اغضف منطقة جديدة اواري له حاجات جديدة حاجة برضو من الحاجات المهمة جدا اللي بنقول عليها لازم اختار له نوع لعب مرتبطة بالفك والتركيب واشوفه النهارده هيتفاعل معاها ازاي هلاقيه النهارده ما انا شفت عنده ظاهرة ابتديت ان انا ادعمه واقوله اتعامل معاها اخده النهارده في مكان لعب واشوفه هو بيختار اللعب النهارده السابتة ولا المتحركة اللي بتحرك والنهارده اللي ما بيفك لعبة ولا حاجة بيكتشف حاجة غريبة قوي بزع الوضرابه وقول له ليه كده هو فكه عشان عايدي يعرف نتركيبهم ازاي يمكن يعيد تركيبهم ايه تاني الموضوع كبير جدا يا جماعة الزكاء قضية مجتمع قضية مصر كلها لازم ناخد بالنا كويس جدا الاسكياء النهارده لازم النهارده ندعمهم كل انسان عظيم في هذا البلد كل رجل مستثمر كل رجل اعمال النهارده لم يفيدك في هذا البلد غير انك تشارك هذا المجتمع في عمل منظمة جهة تستقطب الاسكياء في يوم من الايام هتفرخ ازكياء المجتمع كله هيشكرك الابهات والامهات لازم نهارده يدوروا عن كيفية تنمية الزكاء عند اطفالهم تنميته اكتشافه وتنميته الموضوع كبير الموضوع محتاج حلقات كتيرة الموضوع محتاج تجاوبوا على اسئلة اللي سألتكم عليها هل تعرف زكاء ابنك ولو عرفته هل تعرف توديه فين او انت تعرف تنميه ابحث ودور ولو ما عرفتش ان شاء الله في الحلقات اللي بعد كده هنقولك امتى وفين تقدر توديه شكرا لكم وشكرا على حسن الاستماع وحسن التفاعل معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة